معنا الاستاذ سليمان من جنوب سينة. وعليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله بركاته. بحضرك طيب. بحضرك طيب وبصحة وبسلام. الله يخليك يا فن. اللي اه 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 صوم يوم اه صوم يوم من اسراء والنهارات. اه ماله. هل هو جائز يعني ولا مش جائز دي نبقى واحد. طيب مش اه جاوب على البيت. ايه الضروريات اللي تخليني اعطى على الصلاة. انا في البيت. طيب اقول لحضرتك. السؤال. اه السؤال. السؤال التالت حضرتك. هم. لو انا صايم اه في رمضان او في النافلة يعني. اول ما يقزن الله اكبر. افطر ولا استنى شهادة. اه اجاوب على حضرتك على التالت. الله يداري فاهم حضرتك. ربنا اعزك يا سيد سليمان. بس سيدي اول حاجة يا صيام اه 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 الاساء والمعرك ده ده هذا الام يعني يكاد يكون من المستحبات. بس احنا عندنا مصطلح المستحب لازم يكون في اه يعني في دليل بخصوصي. لكن هو حاجات من الاولى. حاجات يعني اذا فعلتها تكون نادى من باب الخيرات. ليه حضرت النبي علمنا ان الاوقات اللي فيها نعم وبركات بنحتفل بيها بماذا بالطاعات. يعني هذا حضرت النبي صلى الله سلم. قال هذا يوم ولدته في. العبرة مش ان ينصوم لم في في مولد حضرت النبي بس. لكن حضرت ليه طيب? لانه كمان في نجات سيدنا موسى. كمان بنصوم يوم عشراء. فلما سألوه هم بيصوموا ليه? قال لا عزا يوم نجر الله في موسى عليه السلام. قال نحن اولى بموسى منه. يعني اذا لما تحط ما بين ميلاد حضرة النبي ونجات سيدنا موسى. ايه الرابط بينهم? وليه بنصومهم? عشان حصل نعمة. نعمة زهور حضرت النبي بأبي وامي صلى الله عليه وسلم وميلاده. وحضرت النبي شايف ان هو نعمة. فالحمد لله على هذه النعمة نعمة. الحمد لله على نعمة رسول الله وكفى بيها نعمة بأبي وامي صلى الله عليه وسلم. وكمان نعمة سيدنا. كمان نجات سيدنا موسى. ما تربط منهم كده. يبقى حضرت النبي' علمنا. ان لما تعينا نعمل ايه? نصوم. لو لساء والمعرك بقى في نعم ملهاش اخر. يكفي يا سيدي نعمة الصلاة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بيلان يبقى احنا لما منسوم يوم بالإسراء والمعراج منسومه عشان النعم الكثيرة التي نزلت وكانت مع الإسراء والمعراج ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أتانا بهذه الهدية وحضرة النبي فيه هدايا كتير من أهل هدايا مثلا ان الله سبحانه وتعالى اخبر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انه لن يخلد احد من امته في النار حتى اصحاب الكبير حتى اصحاب الكبير إيه اللي حاصل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى شفاعته لأصحاب الكبائر من أمتي يبقى إيه اللي حاصل يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهداية كثيرة جدا جدا يبقى الاحتفال بالصوم في الإسراء والمعراج ده من سنن إذا جمعنا الأدلة دي كلها الحمر الثاني أن حضرتك لما بتتكلم بقى على مسألة أن البيت أن أنت حد يفكرني لو بيصلف البيت إيه بقى إيه اللي يمنعه إيه اللي يخليه يقطع الصلاة في البيت مش إيه اللي يمنعه إيه اللي يخليه يقطع الصلاة في البيت اللي يخليك تقطع الصلاة في البيت شيء يوصلك إلى حد أن في حد تخاف على هلاكه أو أنت تخاف على هلاكه أو شيء يفسد الحال ليه لأن احنا الله سبحانه وتعالى أمرنا في الصلاة أن احنا ما نخرجش من الصلاة لأنه قال ولا تبطلوا أعمالكم فأنت في الصلاة مش هتقدر تبطل أعمالك لكن لو شفت حاجة تستطيع الصبر عليها لكن واحد قطع الصلاة لأنه مر من قدامه حاجة هو عنده فوبيا منها يبقى هو آسم؟ لا مش آسم لكن الحاجات اللي انت تحس فيها خطر في ولد هيقع من على الترابيزة ومعرفش ايه أو واحد الولد هيرمي نفسه من بالكون كل الكلام ده يجوز ان انت تقطع الصلاة علشانه لكن ما ينفعش تقطع الصلاة علشان واحد قالك فلان لو سمحت عتل بتاع دي من المطبخ لا كمل صلاة لأن ده مش ضرورة ولا حاجة يبقى نقطع الصلاة لما يكون في حاجة من الضرورات أو من الحاجيات التي تلحق بالضروريات الحاجات الصعبة جدا ان واحد هيقع عليه حاجة اتعواره آه ممكن تقطع الصلاة علشان تنجي من المسألة دي يبقى ايزا ما ينفعش والذي تستطيع ان تفعله وأنت في الصلاة لا تفعله بالخروج من الصلاة يبقى عندنا درجاتها هو واتضحت المسألة كده آخر حاجة مسألة الصيام بقى مسألة ان انت في مسألة الصيام سواء نفل أو فرض وانت بتصوم وانت بتصوم فإن اللي حصل فحصل لك ان انت وبتصوم الصيام أو النفل أو الصيام ده يمكن ان تفطر بمجرد لاني احنا الافطار عندنا بدخول الوقت مش بتمام الادان الادان ده علامة على دخول الوقت فالافطار بيكون بدخول الوقت فاذا كان قال الله اكبر فهذا يدل على ان دخل الوقت قبل ما يتلفظ بالله اكبر فلازم تستنى لغاية التشاهد لا مش لازم تستنى لغاية التشاهد بمجرد دخول الوقت تفرض يا سيدي هو في مكان أصلاً ما فيهوش أدان هو الساعة بدل خلاص الوقت دخل على الساعة المنضبطة يجوز أنه يفطر حتى على الساعة وإن كان الأدان لسه ما قدنش لأن العبرة بدخول الوقت لأن إمتى بنفطر بنفطر بنصوم بدخول وقت الفجر وبنفطر بغروب الشمس ودخول وقت المغرب